بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتطرق في درس اليوم إلى موضوع من مواضيع عمال نهاية السنة المالية والذي يتعلق بتسوية المخزونات في البداية نذكركم بتعريف المخزونات وأنواعها وطرق جرد هذه المخزونات المخزونات هي عبارة عن عناصر الأصول الجارية التي تمتلكها المؤسسة من أجل المتاجرة فيها إما على حالها أو بعد إجراء تغييرات عليها تنقسم المخزونات إلى الأنواع التالية مخزونات البضائع وتسجل في الحساب 30 المواد الأولية واللوازم وتسجل في الحساب 31 التموينات الأخرى وتسجل في الحساب 32 المنتوجات المصنعة وتسجل في الحساب 35 إن المؤسسات تختار إحدى الطريقتين التاليتين لجرد مخزوناتها إما طريقة الجرد الدائم أو طريقة الجرد المتناوم ما هو الجرد الدائم؟ يعتمد الجرد الدائم على تسجيل حركة المخزونات من إدخالات وإخراجات حسب تاريخ حدوتها ويمكن توضيح ذلك في المخطط التالي إذا كان لدينا أحد حسابات المخزونات فإنه في بداية السنة المالية نسجل فيه مخزون أول مدة في الطرف المدين ثم تسجل الإدخالات حسب تاريخ حدوتها في الطرف المدين أيضا بجعل حساب المشتريات أو الحساب 72 بالنسبة للمنتجات المصنعة دائنا أما الإخراجات فإنها تسجل في الطرف الدائن بجعل الحساب 60 المشتريات المستهلكة أو الحساب 72 إنتاج مخزن مدينة في نهاية السنة تقوم المؤسسة باستخراج رصيد آخر المدة المحاسبي حيث هذا الرصيد هو عبارة عن مخزون أو المدة زائد الإدخالات ناقص الإخراجات في نهاية السنة تقوم المؤسسة بإعداد جرد مادي حقيقي لمخزونتها ومقارنته مع مخزون آخر السنة المحاسبي هذه العملية تؤدي إلى تطابق الجرد المادي مع الجرد المحاسبي وبالتالي لا تستدعي عملية تسوية أما في حالة عدم التطابق فإنه يتطلب عملية تسوية إذا كان الجرد المادي أو الجرد الفعلي أو ما يسمى بالجرد خارج المحاسبة يختلف عن الجرد المحاسبي فهذا يعبر لنا عن فرق الجرد إن فرق الجرد يمكن أن يكون مبررا أو غير مبرر حسب المعطيات الجردية في حالة فرق الجرد الموجب إذا كان فرق الجرد موجب فإنه يؤدي إلى زيادة المخزونات حيث يسجل في الطرف المدين لحساب المخزون المعني وذلك بيجعل حساب 60 أو أحد فروعه دائنا إذا كان مبرر أما إذا كان غير مبرر فيسجل في الحساب 757 منتوجات استثنائية للتسيير بيجعله دائنا بعد تسجيل فرق الجرد يمكن استخراج راسية آخر المدة والذي يعطينا مخزون آخر المدة المادي إذا كانت بالنسبة للمنتجات المصنعة فإن فرق الجرد يسجل في الحساب 72 بالنسبة للحساب 355 بالنسبة لفرق الجرد السالب فإنه يؤدي إلى إنقاس قيمة المخزون حيث يسجل في الطرف الدائل لحساب المخزون المعني بيجعل حساب 60 أو أحد فروعه مدينة أو الحساب 657 الأعباء الاستثنائية للتسيير الجاري مدينة إذا كان هذا الفرق غير مبرر بعد هذا التسجيل نتحصل على مخزون آخر المدة الفعلي بالنسبة للمخزون المعني بعدما تطرقنا إلى كيفية تسوية المخزونات عن طريق الجرد الدائم نحاول الآن أن نتعرف على تطبيق نشرح من خلاله هذه التقنية المتعلقة بالتسوية في 31-12-2013 قدمت لك مؤسسة الفلاح المعطيات التالية الخاصة بجرد مخزوناتها لدينا أربع أنواع من المخزونات حيث لكل نوع أعطي لنا المخزون المادي والمخزون المحاسبي ونود في هذا المثال استخراج الفرق وإشارته وحددت لنا طبيعته في الخانة الأخيرة بالنسبة للبضائع A فإن المخزون المادي 12 ألف أما المخزون المحاسبي 11500 فإن الفرق 500 وهو موجب بالنسبة للبضائع B فإن المخزون المادي 22 ألف أما المخزون المحاسبي 21 ألف وبالتالي الفرق هو ألف وموجب أيضا ولكنه غير مبرر بالنسبة للبضائع C المخزون المادي 16 ألف ومئتين المخزون المحاسبي 17 ألف إذن الفرق هو 800 سالب وهو مبرر بالنسبة للتموينات الأخرى F المخزون المادي 3500 المخزون المحاسبي 3800 إن الفرق 300 دينار وهو سالب وغير مبرر المطلوب هو كيفية تسجيل قيود التسوية المتعلقة بفوارق الجرد هاتي بالنسبة إلى فوارق الجرد إذا كانت موجبا أو سالبا فيتم دائما تعديلها في حساب المخزون المعني إما بيجعله مدينا أو دائنا أو إذا كان مبرر أو غير مبرر ويكون الحل على النحو التالي بالنسبة للبضائع ألف مدام فرق الجرد موجب فإنه يضاف إلى حساب 30 في الطرف المدين وهو مبرر وبالتالي يقابلوا الحساب 600 مشتريات البضائع المبيعة بالنسبة للبضائع B فإن فرق الجرد أيضا موجب ولكنه غير مبرر وبالتالي يسجل في الحساب 757 بالنسبة للبضائع C فإن فرق الجرد سالب وبالتالي يؤدي إلى إنقاصه من حساب المخزون وهو مبرر بالنسبة للتموينات الأخرى فإن فرق الجرد غير مبرر وهو سالب وبالتالي نقوم بإنقاصه من الحساب 32 وتسجيله في الحساب 657 الأعباء الاستثنائية للتسيير الجاري بعدما تطرقنا إلى الجرد الدائم والتسوية المتعلقة به في نهاية السنة نحاول الآن التطرق إلى الجرد المتنوب وما هي الطريقة المحاسبية لمعالجته بالنسبة للجرد المتنوب يقوم على أساس عدم تسجيل حركة المخزون من إدخالات وإخراجات خلال السنة المالية وفي نهاية السنة تقوم المؤسسة بإجراء جرد مادي فعلي وتسجيله محاسبياً إن الجرد المتنوب بالنسبة للبضائع والمواد الأولية واللوازم والتموينات الأخرى أي الحسابات الثلاثة ثلاثين وثلاثين وثلاثين فإنه في بداية السنة نسجل مخزون أول المدة فقط ولا نسجل حركة المخزون أما المشتريات فتسجل في الحساب ثمانية وثلاثين حتى نهاية السنة نقوم بإجراء جرد خارج المحاسبة لنتحصل على الجرد المادي تكون عملية التسوية وفق ثلاث مراحل أولاً إلغاء مخزون أول المدة بيجعل حسابه المعني دائناً والحساب 603 تغيرات المخزون مدين ثانياً إلغاء المشتريات بيجعل حسابها دائناً وحساب 603 أيضاً مدين ثم الخطوة الثالثة وهو تسجيل مخزون آخر المدة المادي بيجعل الحساب المعني مدين والحساب 603 دائناً وبالتالي في نهاية الفترة نتحصل على رصيد يمثل لنا المخزون الفعلي في نهاية السنة لحساب المخزون المعني أما بالنسبة للمنتجات المصنعة أي الحساب 355 فإننا نستعمل معه دائماً الحساب 72 أو 724 اللي هو تغيرات المخزونات من المنتجات المصنعة في بداية السنة نسجل في الحساب 355 مخزون أول المدة ولا نسجل فيه خلال السنة أي قيد من قيود الإدخالات أو الإخراجات في نهاية السنة بعد إجراء الجرد المادي دائماً نقوم بإلغاء مخزون أول مدة بيجعله دائناً وحساب 724 مدين ثم تسجيل مخزون آخر المدة الفعلي نتحصل في الآخير على رصيد الذي يمثل لنا مخزون آخر السنة المادي من خلال هذه التسوية التي لاحظناها حالياً نحاول أخذ تطبيق على النحو التالي المؤسسة A تتبع طريقة الجرد المتنوب في إدراج مخزوناتها بالمحاسبة قدمت لك المعطيات التالية الخاصة بمخزون البضائع من النوع A في 312-2013 مخزون أول مدة بلغة 46 ألف دينار مشتريات الفترات لـ 384 ألف دينار مخزون آخر المدة المادي أو الفعلي 58 ألف دينار المطلوب هو تسجيل قيود التسوية في الدفتر اليومي للمؤسسة A بتاريخ 312-2013 من خلال هذا التطبيق نلاحظ أنه أعطي لنا مخزون أول مدة أعطي لنا مشتريات الفترة ومخزون آخر المدة الفعلي من خلال هذه المعطيات التالاتة نقوم أولاً بإلغاء مخزون أول مدة ثم إلغاء المشتريات ثم إثبات مخزون آخر المدة الفعلي على النحو التالي ثم في الآخر نحدد استهلاكات الفترة من البضائع إذن أولاً نقوم بإلغاء مخزون أول مدة بجعل حساب البضائع دائناً والحساب 603 مدين بمبلغ 46 ألف دينار ثم نقوم بإثبات مخزون آخر المدة الفعلي بجعل حساب البضائع مدين والحساب 603 دائناً دائماً ثم في الآخر نقوم بإلغاء المشتريات بجعل حساب 603 مدين وحساب المشتريات المخزنة للبضائع دائناً بعد هذه التسوية تظهر لنا الحسابات المعنية بالبضائع ومشتريات البضائع على النحو التالي بالنسبة للحساب 30 البضائع مخزون أول مدة بلغ 46 ألف دينار والمشتريات 384 ألف دينار أولاً نقوم بإلغاء مخزون أول مدة في الحساب 603 ثانياً نقوم بإلغاء المشتريات ثالثاً نقوم بإثبات مخزون آخر المدة الفعلي وبالتالي نتحصل على رصيد مدين للبضائع 58 ألف يمثل لنا مخزون آخر المدة الفعلي بالنسبة للمشتريات المستهلكة لنا البضائع تبلغ 372 ألف دينار بعدما تعرفنا على جرد المخزون سواء بطريقة الجرد الدائم أو بطريقة الجرد المتنوب فإن المؤسسة في نهاية السنة المالية تقوم بإجراء اختبار لخسارة القيمة على مخزونتها هل توجد خسارة القيمة للمخزونات أم لا من أجل تعرف على خسارة القيمة يجب مقارنة القيمة المحاسبية الصافية للمخزونات مع سعر بيعها المحتمل في السوق إذا كان سعر البيع المحتمل في السوق أقل من القيمة المحاسبية الصافية فهذا يدل على وجود خسارة في القيمة كيف تحسب خسارة القيمة وكيف تعالج محاسبين خسارة قيمة المخزونات يمكن توضيحها على النحو التالي بتاريخ 31-12-2013 قدمت لنا المؤسسة الانتاجية المعطيات التالية الخاصة بتقييم مخزوناتها المادة الأولية K خسارة القيمة في 2012 غير موجودة أما خسارة القيمة في 2013 بلغت 4200 دينار المادة الأولية M خسارة القيمة في 2012 كانت 2000 دينار أما في 2013 بلغت 3500 دينار المنتجات المصنعة P خسارة القيمة في 2012 كانت 12000 دينار أما في 2013 أصبحت 9000 دينار فقط اما التموينات الاخرى اف خسارة القيمة في 2012 كانت 4500 اما في 2013 فلا توجد خسارة للقيمة المطلوب هو كيفية المعالجة المحاسبية لهذه الخسارة في سنة 2013 من اجل اجراء قيود التسوية لهذه الحالات الاربع الموجودة امامنا نقوم بمقارنة بين الخسارة السابقة والخسارة الحالية اذا كانت الخسارة السابقة اكبر من الخسارة الحالية يجب تخفيض الخسارة والعكس نقوم بزيادة الخسارة المادة الاولية كخسارة القيمة السابقة غير موجودة اما خسارة القيمة الحالية 4200 معناها ظهور الخسارة في سنة 2013 اذا هنا معاينة الخسارة لاول مرة ب4200 دينار بالنسبة للمادة الاولية ام نلاحظ ان الخسارة الحالية اكبر من الخسارة السابقة وبالتالي يجب رفعها ب 1500 دينار بالنسبة للمنتاجات المصنعة بي نلاحظ ان خسارة القيمة انخفضت من 12000 دينار الى 9000 دينار وبالتالي يجب تخفيضها بالفرق وهو 3000 دينار بالنسبة للتموينات الاخرى اف فان الخسارة السابقة كانت 4500 بينما الخسارة الحالية غير موجودة وبالتالي يجب الغاء خسارة القيمة كاملة بمبلغ 4500 دينار يكون التسجيل المحاسب حسب كل حالة على النحو التالي بالنسبة لي الحالة الاولى نقوم بمعاينة خسارة القيمة بتسجيلها في الحساب 685 مخصصات الاهتلاكات والمأونات وخسائر القيمة وصول جارية مدين ما اجعل الحساب 391 خسائر قيمة المواد واللوازم دائنا لاحظ هنا معي عزيزي الطالب اننا اضفنا الرقم 9 بعد الرقم 3 فهو يدل على خسارة القيمة بالنسبة للنوع الثاني قمنا بزيادة خسارة القيمة ب 1500 دينار نفس القيد السابق للمعاينة بالنسبة للنوع الثالث من المواد او من المنتجات المصنعة فاننا نقوم بتخفيض خسارة القيمة ب3000 دينار وذلك بجعل حساب خسارة القيمة مدينة والحساب 785 استرجاعات الاستغلال عن خسائر القيمة والمأونات وصول جارية دائنا بالنسبة للنوع الرابع والاخير فاننا نقوم بالغاء خسارة القيمة تماما بالمبلغ الكل وهو 4500 دينار باستعمال نفس الحساب السابق 785 نلاحظ من خلال هذه القيود ان القيد المتعلق بالمعاينة وزيادة خسارة القيمة متشبهان والقيدين المتعلقين بتخفيض الخسارة او الغائها ايضا متشبهان بعدما سجلنا القيود نحاول الان معرفة ارصدة حساب خسارة القيمة بعد هذه التسويات بالنسبة للحساب 391 في البداية كان فيه 2000 دينار ثم اضفنا اليه 4200 بالنسبة للنوع الاول ثم رفعنا النوع التاني ب 1500 دينار يصبح رصيده 7700 دينار هذا بالنسبة الي خسارة القيمة المتعلقة بالمواد الاولية واللوازن بالنسبة للتموينات الاخرى خسارة القيمة كانت 12000 دينار في السابق قمنا بتخفيضها ب3000 دينار وبالتالي نتحصل على رصيد قيمته 9000 دينار بالنسبة لخسارة القيمة للمنتجات المصنعة قمنا بهذه الخسارة بالغائها تماما وبالتالي يصبح رصيدها معدوما في نهاية السنة المالية تقوم المؤسسة ايضا بتسوية حساب المشتريات المخزنة لاننا نلاحظ في نهاية السنة عادة هناك تفاوت بين وصول فاتورة المتعلقة بالمشتريات وبين استيلام هذه المشتريات فنجد في نهاية السنة احدى الحالتين التاليتين اما اننا استلمنا الفاتورة دون استيلام المشتريات او اننا استلمنا المشتريات دون استيلام الفاتورة وكما نعلم ان الحساب 38 هو حساب وسيطي وبالتالي يجب أن يرصد في نهاية السنة المالية حتى لا يظهر في الميزانية الختمية ويمكن توضيح ذلك في المثال التالي من ميزان المراجعة قبل الجرد للمؤسسة D التجارية استخرجنا في 31.12.2013 ما يلي رصيد الحساب 380 وجدناه مدينة بمبلغ 16 ألف دينار رصيد الحساب 382 تموينات أخرى مخزنة دائنا بـ 6200 دينار من خلال معطيات الجرد نلاحظ أن هناك فاتورة متعلقة بمشتريات البضائع بمبلغ 16 ألف دينار تم استلامها ولكن هذه البضاعة لم تستلم بعد أما بالنسبة للتموينات الأخرى في العكس فإن هذه التموينات تم استلامها لكن الفاتورة المتعلقة بها لم تستلم بعد ما هي التسوية المتعلقة بهاتين الحالتين في هذا المثال في كلتا الحالتين يجب أن يكون الحساب 38 بعد التسوية رصيده معدوما إذا وجدناه مدينة يجب جعله دائنا وإذا وجدناه دائنا يجب جعله مدينة بالنسبة للبضائع أو المخزونات التي تم استلام الفاتورة ولم تستلم فإنها تسجل في الحساب 37 مخزونات خارج المؤسسة ويكون حل هذا التمرين على الشكل التالي بالنسبة للحالة الأولى فإن المخزونات التي في الخارج نجعله مدينة ب16 ألف دينار وحساب البضائع المخزنة دائنا ب16 ألف دينار وبالتالي يصبح رصيده معدوما بالنسبة للحالة تانية التموينات الأخرى المخزنة نجعله مدينة والحساب 408 موريدون الفواتير التي لم تصل إلى أصحابها 6200 دينار دائنا وبالتالي بعد هاتين التسويتين يصبح الرصيدين بالنسبة للحسابين 380 و 382 معدوما على النحو التالي إذن بعد هاتين التسويتين الحساب 38 أو الحساب 382 لا يمكن إظهارهما في الميزانية الختمية لأنهما حسابين وسطيين فقط من خلال ما تم التطرق إليه بالنسبة للنوع المخزونات وكيفية جردها وكيفية حساب خسارة القيمة ومعالجتها محسبيا وكيفية تسوية المشتريات المخزنة في نهاية السنة نتطرق الآن إلى تطبيق شامل نحاول استدراج من خلاله كل العمليات التي قمنا بها سابقا من ميزان المراجعة قبل الجرد للمؤسسة بيك بتاريخ 31-12-2013 استخرجت أرصيدة الحسابات التالية حساب 30 مدين بـ 148 الحساب 32 مدين أيضا بـ 65 ألف دينار البضائع المخزنة مدين بـ 14 ألف التموينات الأخرى المخزنة دائن بـ 8 ألف 390 خسارة القيمة عن البضائع 12 ألف دينار من خلال هذه المعطيات تقدم لنا معطيات الجرد المتعلقة بـ 31-12-2013 على النحو التالي هذه المؤسسة تطبق طريقة الجرد الدائم على مخزوناتها حيث بلغ الجرد المادي للبضائع 145 ألف بينما للتموينات الأخرى 67 ألف دينار فرق الجرد للبضائع مبرر أما للتموينات الأخرى فهو غير مبرر المعلومة الثانية لم تستلم المؤسسة بضائع علما أن فاتورتها استلمت سابقا كما أنها لم تستلم فاتورة متعلقة بالتموينات الأخرى علما أن هذه الآخرة أي هذه التموينات الأخرى تم إدخالها إلى المخازن سعر السوق بالنسبة لمخزونات البضائع بلغ 140 ألف دينار المطلوب هو تسجيل قيود التسوية المتعلقة بهذه المخزونات أو بهذه المخزونات في 31-12-2013 من أجل حل هذا التطبيق يجب معرفة أولا ما هي الطريقة التي تطبقها المؤسسة في جرد مخزوناتها حتى نعلم ما هي العناصر الظاهرة في ميزان المراجعة قبل الجرد إذا كانت المؤسسة تطبق الجرد الدائم فإنه في ميزان المراجعة بالنسبة لحسابات المخزونات 30-31-32-35 تدل على مخزون آخر المدة المحاسبي أما إذا كانت المؤسسة تطبق طريقة الجرد المتنوب فإن هذه الأرصد المعطات في ميزان المراجعة تدل على مخزون أول المدة بالنسبة لهذه المؤسسة فإنها تطبق طريقة الجرد الدائم وبالتالي يجب مقارنة مخزون آخر المدة المعطة في ميزان المراجعة مع مخزون آخر المدة الفعلي المعطة في المعطيات الملحقة حتى نستخرج فوارق الجرد وطبيعتها ثم نقوم بالتسوية المحاسبية يكون الحل على النحو التالي بالنسبة لفرق الجرد نذكر أن فرق الجرد هو الجرد المادي ناقص الجرد المحاسبي بالنسبة للبضائع الجرد المادي 145 ألف والجرد المحاسبي 148 ألف يدل على وجود فرق سالب ب3000 دينار وهو مبرر بالنسبة للتموينات الأخرى الجرد المادي 67 ألف والجرد المحاسبي 65 ألف يدل على وجود فرق موجب 2000 وهو غير مبرر بالنسبة لخسارة القيمة الحالية للبضائع نقارن بين قيمتها المادية مع قيمتها في السوق حيث يبلغ الفرق 5000 دينار وهي الخسارة الحالية أما الخسارة الظاهرة في ميزان المراجعة قبل الجرد فهي 8000 دينار بالمقارنة بين الخسارتين نلاحظ أن الخسارة الحالية أصغر من الخسارة المسجلة سابقا ب3000 دينار وبالتالي يجب تخفيض هذه الخسارة بمبلغ 3000 دينار تكون القيود المحاسبية على النحو التالي بالنسبة للبضائع بما أن فرق الجرد سالب وبالتالي حساب مخزون البضائع يجعل دائنا وهو مبرر يقابله الحساب 600 مشتريات البضائع المبيعة بنفس المبلغ بالنسبة للتموينات الأخرى فإن فرق الجرد موجب وهو غير مبرر إذن يجعل الحساب 32 مدين عنها نضيف له 2000 دينار ويقابله بما أنه غير مبرر يقابله الحساب 757 المنتوجات الاستثنائية للتسيير بالنسبة للبضاعة التي لم تستلم بعد علما أن فاتورتها استلمت فإنها تسجل في الحساب 37 المخزونات خارج المؤسسة دائما بيجعل الحساب 380 البضائع المخزنة دائنا وهذا من أجل ترصيده بالنسبة لخسارة القيمة أو بالنسبة عفوا للتموينات الأخرى التي لم تستلم فاتورتها فإنها تسجل في الحساب 408 الموردون الفواتير التي لم تصل إلى أصحابها وذلك بيجعل حساب 382 ندينا حتى يتم ترصيده بالنسبة لخسارة القيمة المتعلقة بالبضائع قلنا يجب تخفضها ب3000 دينار وذلك من أجل جعلها مساوية للخسارة الحالية وهي 5000 دينار إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي درسنا اليوم وإلى إقاء آخر بكم أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته